جهاز الشبك الإسرائيلي كشف في بيان بأنه أحبط محاولة إيرانية جديدة لتنفيذ اغتيالات بحق مسؤولين إسرائيليين وأضف البيان أن إيران جندت إسرائيليين من مدينة رمات أغان قربة لأبيب استعدادا لاغتيال شخصيات إسرائيلية ومسؤولين مقابل المال من الحدود الشمالية الإسرائيلية ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأغبر ومرميش في جنوب لبنان تنضم إلينا مراصلة الحدث ناهد يوسف أهلا بكم سأبدأ معك ناهد لك أن تطلعين على مزيد من التطورات خصوصا بعد ناهد مع نائم طيب انقطع الاتصال بناهد سنحاول العودة إليها ننتقل الآن إلى الحدود الشبالية الإسرائيلية مع موفد الحدث رائد الأغبر أهلا بك معنا رائد لك أن تطلعنا على مزيد من التطورات الميدانية بعد الأخبار التي قرأناها قبل قليل الاستهدافات على قواعد عسكرية إذا كانت واضحة لديك وأيضا طبعا مزيد من التطورات الميدانية على الحدود تفضل نعم تهاني يعني قصف متبادل عمليات عسكرية مستمرة طيلة النهار والليل بالفعل كانت هناك آخر رشقة صاروخية من جنوب لبنان وصلت إلى مناطق بعيدة إلى ما بعد حيفا جنوب حيفا نتانيا أيضا مناطق قريبة من تل أبيب نتحدث عن الخضيرة نتحدث عن كثير من المستوطنات عشرات المستوطنات في المناطق البعيدة وهذا يعني بأن الصواريخ نوعية واستراتيجية التي يطلقها حزب الله طبعا الدفاعات الجوية عملت واعترضت بعض أو كثير من هذه الصواريخ لكن بالتأكيد هناك أنباء عن سقوط صواريخ وإصابتها لهداف بعينها في تلك المنطقة رائد يبدو زميلتنا ناهد عادة ولكن هناك ما أدخنا نشاهدها في رميش ونسمع أيضا أنت لديك صوت طلقات أصفنا مستمر أضيف بالفعل ربما لا بد من الإشارة إلى أن عمليات عسكرية من قوات المدفعية الإسرائيلية في هذه المنطقة تعمل بعنف وبقوة رب استمرار لم تتوقف عشرات القذائف من المدفعية الإسرائيلية على المنطقة التي خلفنا وهي مزارع شبعة وكفار شوبة في الجانب اللبناني دعني أنتقل إلى الحدود الجنوبية اللبنانية مرسلة الحدث في رميش ناهد يوسف أهلا بك معنا ناهد طلعينا على مزيد من التطورات حيث أنت الآن تفضلي الكلمة لك نعم تهاني ما نرى الآن هو نتيجة القذائف المدفعية وتسمع أيضا الآن في هذه الأثناء لا يزال عملية إطلاق هذه القذائف المدفعية باتجاه بلدة عيت الشعب هذه أدخان سحب أدخان التي نراها هي جراء إلقاء هذه القذائف المدفعية على هذه البلدة التي لم تتوقف عنها إن كان المدفعية أو الغارات الإسرائيلية منذ حوالي عشرين دقيقة أيضا غارة الطائرات الحربية على هذه البلدة صباحا كان هناك أيضا سلسلة من الغارات التي كانت استهدفتها بالإضافة إلى عدد من البلدات الحدودية لكن هذه البلدة بالفعل تهاني لليوم الثالث على التوالي تشهد مواجهات تشهد استهدافات إسرائيلية تشهد اجتباكات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تحاول الدخول إليها للمرة الثالثة منذ بعض الوقت أعلن حزب الله بأنه استهدف قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى داخل بلدة عيت الشعب تم استهدافها أيضا بالمدفعية وكان أيضا فجر هذا اليوم استهدف حزب الله تجمعين لجنود إسرائيليين في خلة وردي خلت وردي هي على أطراف أيضا بلدة عيت الشعب تم أيضا استهدافها برشقات صاروخية نسمع لمزيد من إطلاق هذه القذائف المدفعية تهاني من مرابض المدفعية الإسرائيلية قريبة منها والتي تستهدف بها هذه البلدات إن كانت بلدة عيت الشعب أو حتى البلدات المحاذية لها من راميا والقوزح هذه البلدات التي منذ ثلاثة أيام وحتى اليوم هناك عمليات أو محاولات لاستهدافها سقوط هذه القذيفة كان بعيدا يبدو بأنها كانت باتجاه منطقة القوزح هذه البلدات الثلاثة هذا المثلث من البلدات التي تحاول القوات الإسرائيلية الدخول إليها إذن لا تزال تتواصل هذه المدفعية باستهداف بلدة عيت الشعب كما هذا المشهد انسحب على أكثر من منطقة اليوم هناك أكثر من منطقة تحاول تهاني القوات الإسرائيلية دخولها نتحدث عن قوة مشات تسللت إلى بلدة مركبة للمرة الأولى أيضا تم استهدفها بالقذائف المدفعية أيضا اللبوني في ساعات الفجر لمرتين حاولت القوات الإسرائيلية الدخول وحصلت اشتباكات بينها وبين مقاتلي حزب الله اشتركوا في القناة